أقلم شوية في الانتخابات بالأمس وحأعرض بعد شوية يعني باقي تقارير أمس في اتحاد الباسكت كان الكابتن محمود الخطيب استقبل القائمتين قائمة برئاسة دكتور ماجد أبو فريخة رئيس الاتحاد الحالي وقائمة برئاسة السيد عمر مصلحي نائب رئيس الاتحاد الحالي ده دكتور ماجد أبو فريخة في لقاءه مع كابتن الخطيب وكل يعني قائمة عرضت برنامجها الانتخابي شكله عمل ازاي القصة عمل ازاي تطلعتهم والنادي الاهلي عرض رؤيته النادي الاهلي الان بيبحث عن التطوير النهاردة كان فيه استقبال للمهندس سياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة والكابتن رؤوف نور المرشح ايضا لرئاسة الاتحاد المصري للسباحة الكابتن الخطيبة مع عدد من اعضاء مجلس الادارة مهندس خالد مرتاجي دكتور محمد شوقي والكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي الحقيقة دي القائمة التانية برئاسة الاستاذ عمر مصلحي وبرضو الاجتماع خد وقت طويل التطوير نشر اللعبة تحسين الملاعب كمان الاراضات البث حاجات كتيرة جدا النادي الاهلي بيكلم الناس بيكلم في اتحاد السباحة يعني مثلا النهاردة كانت من الحاجات المستغربة جدا اتحاد السباحة السباحة بجلالة قدرها المرشحين 11 عضو بالرئيس الاسوات كلها 10 ده برضو كان استغراب عند ادارة النادي الاهلي بعمرة ايه يعني هو السباحة عبارة عن 3 ألعاب فاللي بيلعب اللعبتين لازم يكون بيلعب 3 ألعاب ده طبعا صعب ففي ناس ماينفعش وفي ناس ينفع وهكذا فالاهلي عايز يوسع المشاركة وعايز يوسع الجمعية العمومية هنا لقطات الحقيقة للقائمتين ايضا سواء قائمة المهندس ياسر ادريس وفيها السيد هشام العمري فاروق شقيق السيد العمري فاروق برئاسة المهندس ياسر ادريس الاجتماعات النهاردة طولت جدا لان ياسر ادريس المهندس ياسر ادريس هو رئيس اللجنة الالمبية في نفس الوقت يعني وهناك انتخابات بقولوا ساخنة في ده ده اه 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 لا مش هنا انا عايز ايوا هنا ده بقى الاستاذ محمد ابراهيم المشرف على البرامج الرياضي في تلفزيون مصر اللي هيبقى مصار حدثنا مع اه اه فارس واسامة بعد شوي هو ده والراجل ده قديم في التلفزيون من زمان مصار في النظر بقى انه زمان كوي او من زمان كوي مش دي قضيتنا انا بس حبيت اعرفك الصورة او الشكل بتاعت الاستاذ محمد ابراهيم طبعا اللي على يمينه سيد هشام العمري فاروق شخصيق الراحل الكبير العمري فاروق والقايمة دي فيها اه 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 يعني هشام العمري فاروق عدو مجلس دارة سابق في النادي الاهلي واحد ابناء النادي الاهلي وفيها اه كتير من اه الشخصيات المرموخة لكن القايمة التانية فيها عدد كبير جدا من ابناء النادي الاهلي لكنه اه اه الاهلي بيدور على التطوير الاهلي بيدور على النجاحات هنا القايمة تانية برئاسة كابتن رؤوف نور وده واحد من الشخصات المحترمة جدا من نادي الجزيرة هو اللي بيتكلم ده ده كابتن رؤوف نور والحياة بيدم كثير من السيداتنا محمد الجرحي مهند مجدي دكتور محمد شوقي المهندس خالد مرتاجي وقبلهم مية عاطف جميل ان مجد صدارت دي مية عاطف ودي السيد محمد الجرحي النادي محمد الجرحي والدكتور مهند مجدي وهنا ده القايمة التانية اللي برضو كان فيها ابراهيم الكافراوي عاده مجلس ادارة النادي الاهلي السابق لكنه اعتقد انه الطعون اخرجته من الانتخابات لكنه مازال مصمم على التواجد في الجوالات الانتخابية ده ابراهيم الكافراوي كان قاعد على الكرسي ده كعاده مجلس ادارة من الشخصات ايضا الهمة داخل النادي الاهلي نتمنى الاختيار للافضل باذن الله تعالوا نرجع تاني نشوف اللقاء مع السيد احتبداب عمرو مصلحي ولا مجد ابو فريخة مع الدكتور مجد ابو فريخة رئيس اتحاد المصري للسلة الحالي ماذا قال هو بعضا من افراد